بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عسلمتكم النسك كلاش نيحوالكم لباس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين اليوم يا صديقاتي معاكم روتين جديد روتين الطاقة الإيجابية اليوم إن شاء الله هكا بش نعم برش حاجات معاكم أول حاجة خرجت بشي تخذي تفطر الصباح لقيت لبنات هنا لي أغرت بربع مئة وعشرين قلتا سمح فيتالي بينصير مدما صموا بي كان سمح حصيلو خذيت بش نفطر بيه الصباح وفما أخت سألتني على الشي كوريا دي مراكم كيت سألوني على حاجة ما ننسى شراهو حتى كنقرأ مساج نحاول نجاوبكم في فيديو من بعد هنا بـ 3500 يظهر لي الباكو ولقيت يا لبنات شكوريا أنا بيدي أول مرة نشوفها هي شكوريا قبل للذوبين هذي طبيعية بـ 6200 حكة تتحط مع القهوة يعني بعد ما أطيب القهوة تحطوها معاها الزوب كيما نسكى فيه كيما حاجة هكيكة تحسيلو حبيت نعطيكم فكرة عليها ما زلت ما جربت هاشتا وكي نجربها نعطيكم رأي فيها هذا بالنسبة لفطور الصباح ومذاوية هكا لشانا قعد نحكي معاكم اليوم كلام من القلب للقلب ونصيحها من الروح للروح شاء الله تسمعوني شاء الله تستفادوا منها وكيما نقول سيكم لبنات هذي كان جربتها وعجبتني أكيد رأني بشو نقول لكم عليها شفت شوية بروموسيونات خفيفة متاعي غرد وجبن معنا تنتعي في طور الصباح قلت خليني نوريها صاحباتي هنا لبناتها فيما بثنين وثلاثين طابع هذي في الجبن عمنيونه بسبعلاف وواربعمياء عمني فيه بروموسيون يعني وفما لاخر بخمسة لاف وميتين واربعين في بقعة ستة لاف أنا راهو لبناتك نخرج بش نوريكم حاجاتك فيكي راهو والله الغاية متاعي نقول بشتربهو حاجة في جيوبكم يعني مش تعليه ربي ديما نحب نوري التخفيضات مش معناتها رأو كل التخفيضات أنا ناخدها ولكن كي تبدأ حاجات تفيدني ونلقى فيها مثلا صمها بهي راني ناخد منها وننصحكم تاخدوا منها وهنا روحت للدويرة هاني خديت كعبة فيتالي خديت كعبة يغارت بشوية خبز أنا نحب يغارت بالخبز دعات حتى تتعشى يغارت وخبز وروا ما تصوروش البنة نتعو حاط الخبز اللي عندي راهو بايت لبنات ما عنديش ما خديتش خبز صابح كي قعد البيت عليه نرمي في حرام نولي نحطو ناكل منو وجينا تاوى صديقاتي الكوجينتي اللي وحلت وحلى فيها كبيرة 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 شوفوا اللبنات هذو ما سيدي تناجر متاعي كل أنا كما تعرفوا الكوجينة متاعي صغيرة كنت ديما نحطها دم فوق اللي ليمون يعني يبدوا معارضين للفابير للبخار فيشد فيهم وهذي متاع الأوتاسبيرانت متاعي هي متاع الموتور تغطي الموتور نلقاها كل هزيوت نظفتها نظفتها بالفورس اكسبريس وهنا عندي يلي كانت نتاع الرحاية متاع السططة مشوية وكل برد متاعي حاجتلي نوكس بكل حصيب أمعا لقيتهم الفوق وقالك إذا لزك الضيق عليك بالتعليق علقت اللي نقدر عليه ولكن أمامتون كنت نجم رونا بابي يعني بش نحافظ عليك الكسارة المتاعي أما منظرهم مع جبنية جهولت ميساج جيني في تعب الغسلين ويبدأ هكا منظر الكوجينة مزيان خير من إنه معناتها نغصل يبدأ هكا معناتها معوني مش ظاهر ومش مزيان ديما نحب هكا كي ندخل الكوجينة نشرها عليها وعلى المعون بش نشتين طيب والكل حسيلوا صديقاتي جاي كل شي مع بعض وضغطتني الكوجينة برشا إن شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم صحة لبدين نعرف أن تساك كلها ديما معناتها مع الكوجينة شوفوا را الكوجينة على دور تلعاء دام إنه هي معناتها سكنينها هي منبع الحياة نسمعين يعني الحياة مركزة على فطور صباح وقيلة وليل يعني الناس كل تستقطع ملكوجينة هي حاجة أساسية في الداء فتلقوها راي فيه ساعة ما تدخل بعضها فيه ساعة ما تتمسخ وقومة يمطن حشاكم وفيه ساعة ما تنجمه وتنظفه المهم لبنات هنا معوني كل منظم أمور واضحة عندي كلمة حبيت نقولها بمناسبة عيد الأم حب نعيد أمي ومن خلال أمي نعيدكم الكل نقول ربي فضل الميمتي وفضل لكم أمهاتكم ويرحم اللي ماتوا يرضيهم علينا إن شاء الله دنيا واخرى وبصراحة فما كلام في جلبي هكا حبيت نقوله قبل كل شي راني نمسح هكي الأكسارة نظوكم بش ما يقعدش فيهم الماء ويتهلكولي حبيت نقول اللي أنا قادة نشوف في برشا يعني حتى فيه لون طراش في البنات معنتها كيفاش يتصرفوا كيفاش الأمهات زادت تصرف مع بناتها لحقيقة فما برشا نعني أنت نقوله نحنا عقوق والدين عقوق والدين من ناحية راهو مش بالضرورة والديك معنتها تسمحهم كلمة خايبة وإلا تتشرط عليهم وإلا راهو حتى تعبهم عليك راهو يتسمى وإنت في كامل صحتك تبدأ واحدة سامحوني هسكا وتبدأ جاعدة ومد رجليها أنا خالتي خالتي يبدو معاها بناتها ما نرضى لهاش الكروسة نقرها أنا وما نخليهاش هي تهزها ونهز العلاقة ونهز بوس الجاز ونهز وما نحشمش بهم عليه يعني نشوف بنات تبدأ أمها مع احترامي للبرشا يعني أنا راني منيش نعمم ولكن كل ما نحب نقولها أنا كعامل لشين بش بالحق نلفت أنت باه يا بنتي ما تستغليش أمك والغلطة مش فيك الغلطة في أمك اللي ما ربعتكش تربيه صحيحة بش تعملي على روحك يا بنتي فيك على روحك شو أمك تديب لك فطورك وأمك الطيب وأمك التكنس وأمك تقضي وانتي عمرك فوق العشرين والخمسة وعشرين سنة كيفاش تسمحوا لأرواحكو؟ ماذا نحب نقولها خطر نشوف الأمهات التعبين نشوف الأم اللي عملت الكربة ونشوف الأم اللي وجهة شحاب وغور نقوله ونحن يعني وجهة دكان مسكينة منك التعب والجهد اللي تعطي فيه وهي متحملة عليش نقول لكم مسئولية لأم خطر لأم المفروض تقول بنتها أنتي اللي كبرتي أنا توبش نرتاح وانتي اللي بش تعملي على روحك وحتى نهار أخر تقول يرحم ممتي اللي علمتني واللي ورتني مش تبدأ الطفلة كيما قلت للكم هسكا مراها جدها جدين وعرضها عرضين وهي أمها هاي شدنرس المصالحة هاي تقضيها هاي تمشي للسوق هاي تطلع القضية علي رأي يا أمي اللي تسمعين فيها خطر فهموا برشة أمهات متحملين مسئولية فوق اللازم ونبن أحكيش هنا على الأم اللي تمشي لبنتها فيه نفاس وإلا بأم بنتها تقرة ومتولهية هي نحكي على الأمات اللي يحبوا بنياتهم تنجرين في الديار تقولوني وش دخلك لا رأي يا طفلة يا أنتي اللي تسمعي فيه رأي ذاك يتسمى عقوق رأي ذاك يتسمى نهار آخر ربي حسبك عليه يزمك أنتي تشعري يزمكك لوجيعة اللي تحسيها تتوجحها أمك رأي رأي ما عايش تعاوض لهم رأي صحة لهم بالدنيا تي أنا صغيرة أنا طوى صغيرة ما زلت وتعبت تعبت من قضية الدهار وتعبت من جهد وتعبت من كل شي فمبرشة كلام في قلبي على اللهم وعلى شقالهم كيف سواء مع الطفلة ولا مع الطفل لكن أنا طوى نوجه كلمي للبنات خطر يتبعوا فيها البنات عش نوجهها كلمي للبنات خطر الطفلة متسمي عليها القضية ومتسمي عليها الدار من أول الزمان أرحمي مهمتك أنتي قومي تقديش متولهيتلي بضوافر ومتولهيتلي ببشرتك ومتولهيتلي نهارتلي أمك تخسر صحتها ما عايش تعاوض بالدنيا وانتي يا أمي يلي مخلي بنتك تعمل عليك روغدوة كانت لقدر الله وان شاء الله يمتع لما يمتك كلها بصحاياحها كان انتي تخسري صحتك والله لينفعك حتى حد حتى ولدك اللي جابك بنتك باش نمشي تعرس باش نمشي تعمل دار باش نمشي تعمل صغار وحتى كان معارزة وعندها صغار مش مش تلقالك الوقت لهذا استحبضي على روحك لأنه برشة نسيب صفة عامة لزين على رواحهم لزين على صحاياحهم تعبين فما كلام كبير كبير في قلبي ونحب نقعد ونحكي ونحب نوجه خطرا نشوفي برشة انسي بردين شوفي برشة مهيت هما اللي سبب في اللي صاير هما سبب في اللي إنه بنتها تطلع مش معملة على روحها الحاصل حكيت برشة وهرهرت برشة خطر نعرف تعب الأمة هيت ومخالطة انسي كبارات ويبدو يتقلموا ونقول لها عليها عليها نبدو نعارك في بنتها ليه تخلي أمك تتعب هكاكا أنا وأمي من خليها تحمل حتى مسؤولي يزي ما تحملت مسؤولية في قرايتي يزي ما تحملت مسؤولية مكنش نهزي دراسة وقت اللي كنت بالحق أنا أنا ما عندي إش وقت وقتها أنا نقرأ وقوم روح نلقى ماكلتي مش نبدأ أنا أكملت قرايتي وانا هسكة ومراء كبير وانا نهار كامل أمي طيبي لي أمي يعملي لي شهوتي أمي وانتي شدك محنية قومي يعملي المهم صديقاتي حصيلوا مساج حبيت نوسط سمحوني كان هكا كلمت بشوية خطر نعرف نعرفش معلتها وراهو ربي حاسب عليه المهم كنتوا تشوفوا في المعون اللي نظمته ذاك كله خرجته غصلته وشيحته والكل بشياجه على بلاسته أنا خطر دينتي وخطر حب الدنيا كله تبدأ نظيفة فنظمت كل شي ونظفت كل شي وهنا ركبت فطوري فطوري اللي هو عبارة على مرقة لوبيا عملت شوية بصل وعملت شوية تماطم وشوية زيت وشوية ججاج وشوية فلفل مرحي أحمر وشوية بفاح وشوية ملح وشوية معنتها بسبيس أعملوا بسبيس في اللوبيا والكركم اللي ما يخطنيش في الماكلة بش نفوح طنجرتي نحط لها كل شي اللوبيا متاعي منفخة من قبل أنا راني اللوبيا معنتها نفخها ديما في كل رس شهر أنا قذتي برس شهر نقضي نعمل حمص متاعي نعمل اللوبيا ذو ما الحاجات اللي نفخهم ونحطهم في الكنجيلاتر أمانا راني منيش من نوع اللي يكنجل برشا الحاجات دا يارا نصحتكم نقول لكم هكي حكاية البردجان وحكايتك القارس وبرشا بنات يقولوا لي فاتنا يا عملينا نقول لكم البنات ما نحبذش الحاجات هذي كنحبها فرشكة ومطعمها يبدأ أبن وحتى الفراز ردوا بالكم اتكنجلوا أنا مرة اول معرس اتكنجلت برشا فراز وجاء طعمه مرارة ومش بنين وفي سد ننصحكم كله كل غلة في وقتها رب يجعل لنا في كل موسم غلة اخوضوا منها وصحوا بش فاليكم هنا لبنات حطيت اللوبيا توا وحطيت شوية فرز المرحي ونحط الرندراهو في اللوبيا لبنات ما عندكم مش فكرة على جديش يبنن الماكلة متاعكم حاصيلوا صديقاتي اللوبيا بش نطيبها في الكوكوت نعملها وقت سريع لما بتاعي بش نمرقها وننسكرها ونخليها تطيب على راحت راحتها وانا راني ديما الكوكوت كي نطيب فيها هنا نزيدها كي نمس زيت الزيتونة الكوكوت كي نطيب فيها لبنات نغتيها ونحسب لها من اللي تبدأ تزفر يعني من اللي تبدأ التصفير متاحة نبدأ نحسب في الوقت كداش بش تقعد لي الماكلة متاعي الطيب واكيد كل ماكلة وعندها وقتها مش كي ما بشتعمني هك خضرة في الكوكوت معناتها ولا حاجة كي ما بشتعمني لوبيا كي ما بشتعمني عدس كل حاجة وعندها الوقت متاحة وعندها قدرة تحملها للطياب يعني فما حاجة فيه سعمة تهبة وحاجة تتحمل الطياب هذي هي حاصيله أفطوري لليوم يا صديقاتي هي النحي هذيك بش ما تعمليش ما تحرقش لطف يعني الوجه ولا تتحلى عليكم ديما تنحوا كي السفيرة ذيك تخلوا لهوة الصخود هذيك الكولة يخرج وبعدين تولوا تحلوا لغطان متاعكم وتشوفوا اللوبيا متاعكم وإلا الماكلة متاعكم إذا تعبت وكان ما زالت نقصة شوية تغطوها وتخلوها تطيب كما الفطنجرة ونحط لها شوية الفلفل متاح أنا في لخر بالكل ديما المرق كله نحط لهم الفلفل في لخر ونخليها بش ما ت يعني ما خلي هيش حتى لين توليلي خاطرة برشا نحبها تبدأ هكا مرقة لوبيا تبدأ فيها هنا وانا خارج راه ولبنات حطيت الفلفل وخليتها معناتها بكسخانت الفلفل ومشيت تقضيت حصيلوا مني دار مني شارع ربي يعطيني ويعطيكم صحة لبدان سمحوني كان طولت عليكم مهررت عليكم كلام في قلبي حبيت نوصله ان شاء الله مساجي يكون وصل المهم صديقاتي هنا خرجته في الليل ورجعت جبنها عشانا مبرع كما تعرفوا عن دراج الميت عشان شوي تغدب نفس الماكلة لازم ديما تبارة جديدة نابش نكتلكم عليك البلونتات ذيكا نقل بها في التصوير من بلاسة لبلاسة الحصيل واضحكوا علي جيت نقرة في مساج من عند أخت قتلي فاتن أرفع الستار فوفا أرفع الستار على بند اخر ما يمشي بيك العالة راجل أو لا يضحك عليها لقد نضحككم معنا كان مقرأتوش الكومنتات حسينو البنات نهار السبت الليلة السبت و هالله هالله لكلتها كالكت 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 نمشي موالفة وليمشي موالفة بالبخوراني أنا ريتو لبنات البيتزا ناكلها يا إما في الصحن كي حطتوني البر يا إما يا إما في الكاردونا هككي ناخذها ناكلها ديراكت في الكاردونا أما ما نعمل هايش في الصحن وكل بيعاته كالله غالب علي لحقيقة لحقيقة صديقات كي بلكم أذوكم بش نرميهم أببابب حتى ذوكم مراجعين بلسطة اي اي لحكاية شوية أنا راني نحط فيها المعدنوس يا لبنات هاي هاي نعملت بيه لبريك ونحب المعدنوس هككا في البيتزا وما فيها مطيبة لبنات وهنا فريت الزوجي وما يحب شرهوله فريت برشا ومعاهما مقلوب وهذا المقلوب يا صديقاتي مقلوب اسكالوب الزوجي ولا نشهيكم ان شاء الله قسمكم منه في الجنة هذا هو عشان الليلة الحصيل وبعد تعبوا بعض مجهود ومعاهل قزوزة اللازم منها توا صديقاتي ما بقالي كمشون قولكم بس تاعمال نسك كلها تبقوا في رعاية ربي وحفظوا على امال لقابكم ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله نسك كلها